عشاك كلاشوف كلانز اهلا بكم من كل مكان نورت القناة عندنا واهلا معكم في هجمة جديدة من هجمات جند ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصل لك كل فيديو جديد وكل هجمة جديدة المرة ده هناخد هجمة الجند وزا ما احنا متعودين ان جند عاشق للهجوم الجوي هيهجم تنين كهرابي ومع طبعا البالون ومع الملوك هنا المفروض المخطط ده اللي هو هيبتقى ايهجم عليه لو اخدنا بالنا هلا ان هو هنا متكتل في الجزء اللي فوق الجزء اللي تحت الدفاعات اللي فيه مش تقيل قوي وهو مجمع النصر والدفاع الجوي في نص المخطط تماما يعني معنا كده لو استخدمنا مالكة ماشية مش هتبقى افكتف قوي غير لو كسرنا الصور وعشان نكسر الصور بالشكل ده الموضوع في غياف الصعوبة فتعالوا هناخد النهاردة الووكوين او الملكة الماشية بس بطريقة مختلفة تماما مش هندخلها جوه التصميم لا هنخليها تفضل جزء السفلي تماما بحيث ان انا ههجم بالجيش من جانب وهدخل الملكة من الجانب الاخر لتنظيف الجزء اللي تحت اللي فيه حتى المباني موتى بعده فالتنين الكهرابي بيبقى افكتف قوي في الجزء اللي فوق ده عشان المباني متلاصقة جدا فبلاقي ان ضربة التنين بتاخد كزا مبنى في طريقها على عكس الجزء اللي تحت المباني موتى بعده بعد الشيء فهيبقى هجوم التنين الكهرابي عليها مش بالسهولة الجزء اللي فوق فاحنا هنا هنجرب ونشوف هل بالطريقة دي نقدر نقفل التصميم ولا لا طبعا زي ما احنا شايفين المخطط ده ماكس تماما يعني عندنا التاون ماكس الدفاع الجوي الاقواس مدفعية النصر ابراج النار الكناس الدفاعات كلها شبه ماكس تمام يعني حتى هو خلاص هو بيراق مثلا برج الارشر لبل 17 فالمفروض ان التاون تماما ماكس فقال عايزين نجرب هل الطريقة تنفع ولا لا طبعا هو حاطت المخازن كلها من الجنب اللي فوق كنوع من انواع الجزء بحيث ان هو مركز الدفاعات التقيلة وطبعا ضد الكناس يعني عند هنا الارسويبر هنهجم ضده تماما وهنستخدم التجميد فيا طرح هل الاستراتيجية هتنجح اما هتكون استراتيجية فشلة يلا بدنا نشوف مع بعض جوند عمل ايه في الهجمة دي بدأنا بالملكة وفي معانا هنا الاربع هيلر تسلا كانت ضعيفة زي اللي اتها بالظبط والاسف فيه هيلر اتحطت غلط غالبا هتموت من البرج الارشر الملكة مكملها عاد ما فيش حاجة تقيلة وما بتتعرضش لضرب تقيل فمش محتاج غضب معها مش محتاج ريج الملكة ماشية وطريقة تمام زي الفل بس يا طرح هل هتطلع فوحنا عايزينها تحت عايزينها الجزء اللي تحت تمام كده زي الفل طبعا قوس واحد بس بيدرف فيها مش بيفرق معها التلاتة هيلر طبعا الملكة بتاعتنا ماكس تبتتحرك بسهولة جدا اللي ضرب اللي جاء لها من القوس الهيلر كافيل بي الملكة بدأت تمشي طريقة بدأنا ننزل الجيش وطبعا كالعدل اللي بيبقى عمل المخطط ده بيبقى مجمع شوية في خاخ في المنطقة دي كلها نزلنا من الجزء ده معنا هنا التنين وقدامه البالون والآمر ومعنا اول ما نحس ان هو قرب من التاون او بيبقى فيه طوافق زمني بحيث ان احنا ننزل المشينة والآلة على اساس انها تبقى تكفي الطريق بتاعها لغاية التاون تماما طبعا ما بنفعلش الآمر دلوقتي غير لما يبدأ تفتح التاون وتبقى على وشك خلاص النية تنتهي فبنفعل آمر عشان يحفظ الجيش وزي ما احنا شايفين الملكة ماشية تحت ومتطمنين عليها مهاش محتاجة اي حاجة تحميها الدنيا معها فاضية الدنيا سهلة الدنيا سالسة تعالا نشوف يا طار التنين هيعمل ايه احنا في عندنا هو ابراج النار او الانفيرنو الحمد لله ما كانتش كلها مفرادة لأ كان فيه متعدد وبدأ عندي هجوم البالون مع التنين طبعا الكلام ده كان ضد السويبر او كان ضد الكناس او المرايب الجوي ده طبعا تعبنا شوية فخ الاعصار لغاية دلوقتي ما فعلناش الآمر التاون التاون فتحت هو ده الوقت القياسي او الوقت الاوبتموم من اكتفاع الطاقة الآمر وهكذا فضنا المنطقة تماما فكده خلاص بقى الجيش التنين كله مكمل او من فوق للأسف ما قدرناش نوصل للنصر فيه اتنين دفاع جوي مع النصر فضلين يا طار هل التنين هيستحمل ولا لأ زي ما احنا شايفين عشان المباني كانت متقربة فوق التنين قدر ان هو ينظف المنطقة بمنتهى السهولة التنين اهو مكمل يا طار هو رايح للنصر هل هيقدر عن النصر ولا لأ هيقدر عن النصر ولا لأ المشكلة ان فيه دفاع جوي مش هيستحمل الدفاع الجوي مش هيستحمل دفاع الجوي للأسف كده كالعادة بتاعتنا فاضل عندنا الملكة فقط لا غير يا طار زي ما احنا متعودين عشان ملكتنا ماكس هتسعف الموقف هل هي اللي هتفضل التون ولا الزمن مفيش تقريبا يعني هو تقريبا الهجمة دي خادت وقتها بالزبط استخدمنا التجميدة على اساس نتلحق الملكة انها تجمع صحتها تاني من الهيلر عايزة تتعدى الصور تكسر الصور لغاية دلوقتي مش عايزين نفعلها غير في اخر وقت كخين اخدناه مع الماشي فاضل الدفاع الجوي عايزين نكسر الصور عشان نجيب مدفعية النصر يلا بينا هاني تهاي خلاص ده الدفاع الاولاني والدفاع التاني يا طار هتعدي ولا لا لا اخترت اني هتعدي تمام عايزين بس نكسر الصور ده طبعا زي ما احنا شايفين صور ليفل 11 مش ضعيف يلا المدفعية المدفعية تمام صمرت الملكة ما عادش فيه وقت فاضل عند برج الارشر وعند هنا المعسكر فاضل خلاص 100% هانت تمام تمام خلاص كسرت الصور في الوقت الاوبتمام في الوقت المثالي وتم تفعيل طاقة الملكة عشان كان فاضل ثانية وتخلص الهجم على 99% وفي نهاية الهجمة بنقول شكرا لأعزاء اللي اتفرجوا معنا على الهجمة نورتونا وشرفتونا والدور ده يأكد او الهجمة دي تأكد الدور الكبير اللي لعبته الملكة دايما في الهجمات بتاعتنا لما بتكون الملكة ماكس طبعا لو كان الملك موجود لكنه بترقى كان فرق معنا كتير ما تنسوش لايك اند شير ومتسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد اول بقى